احنا اليوم بكارفان والمجتمع مجهزين ليوم تطوعي مختلف ومميز بما انه احنا بموسم اطف الزيتون شباب متطوعوا الاردن جهزوا لرحلة لمنطقة الاسباحي معانا مجموعة من الاطفال الايتام كمان راح نقطف محصول الزيتون اللي موجود هناك والحلو في الموضوع انه ريع هذا المحصول راح يروح لهدول الاطفال مش بس راح يكون في اطف زيتون كمان راح يكون في انشطة ومسابقات تفاصيل اكتر راح نشوفها هلاء مع بعض موسيقى نحكي اكتر عن اليوم والفعالية اليوم وشو راح نعملوا بالزبط واش الهدف منها احنا اليوم ان شاء الله عنا كالعادي كيوم كيوم لكل سبت احنا بنعمل نشاط لفئة من فئات المجتمع اليوم متطوع الاردن طالعين في رحلة رحلة هدفها اول اشي نعمل قطف الزيتون لريع حتى نخلي لريع الاطفال الايتام وكذلك نعملوا عن انشطة ترفيهية فاليوم عنا كتير نشطات نحن نعملها خلال اليوم ست نحكي عن انشطة اليوم شو راح نعمل اليوم بالزبط اليوم هنعمل اول اشي هنقطف الزيتون تمام بتعاون مع الاطفال اللي معانا اطفال الايتام وكمان الشباب والصبايا اللي معانا بالنشاط كمان ذا حيكون عنا العاب تليماتش كنوع من نوع الالعاب الرياضية حيكون عنا كرة يد حيكون عنا زر بطبخ حتى نطبخ احنا حتى نطعمي الاطفال وانطعمي الشباب اللي معانا يعني رحلة متكاملة وبنفس الوقت رح يقطف زيتون وبنفس الوقت كمان ريع هذا المحصور رح يروح للاطفال اللي معانا اليوم صحيح طيب بدي اسألك انا ان شاء الله شفت كتير متطوعين كيف عمليات التجميع والتحضير لهذا اليوم هلا احنا متعودين عنا شرحتنا على الفيسبوك منعمل منها دعوة النشاط او منعمل منها الانفايت لكل المتطوعين وكل هم بسجل بالنشاط كالعادة ككل نشاط تصير عدد كبير اليوم نسجل بالنشاط لانه هو نشاط كتير مميز وكل سبت كمان بزيد العدد معانا بني جمع كلياتنا في مكان واحد وبننطلق من هذا المكان لان مكان النشاط رح نعمله يعطيكم الف عافية طيب هلا احنا اللي فهمتوا منك رح نكون مجموعات مجموعة رح تقطع مجموعتين رح يقطفوا زيتون ومجموعة رح تكون بتلعب بولي بول ومجموعة تليماتش انا هلا احنا 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 نخليك اول اشتقط في زيتون احنا 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 اح شويس بك أنت ملاك؟ أه ملاك قدي عمرك ملاك؟ عشيزي إيش عمت تعملي هون؟ ملقط زيتون قاعدة؟ طب تعالي لي شجرة نلقط نوياكي منها المجموعتي أنا المجموعة الزرقة إحنا اللي قاعدين هلأ منلقط زيتون فهنا عم منلقط وبعدين بعد ما يخلصوا طلقيت بخلف دورهم بروحوا على الأكتيفيتيز والأنشطة التانية اللي هي زي ما قلنا في كرة طائرة وفي تليماتش هون نوع الزيتون تطلعوا صغير صح؟ بس هو الصغير هذا زاكي تعموا صح ولا لا؟ طب ملاك يعني مش حاسي أنه أنت زغنوطة باصلة للزيتونات هدول هدول على طولك على قدك هلأ أنتم عاملين اللي بلاقت زيتون أكتر إلو يعني جائزة؟ آآ هاي سلتنا هلأ كنت عم بعرف منهم أنه اللي بلاقت زيتون أكتر المجموعة اللي بتلاقت زيتون أكتر هي المجموعة اللي رح تكون فايزة رح يكون لكم جائزة صح؟ طب يلا شدوا حيركم إذن رغد؟ آآ بس هون انت حبيبتي خليكي خلصنا إيش نروح نعمل هلأ؟ نلأ بكفينا تقطيف زيتون شو رأيكم نروح على الطائرة نجرب أنا كنت وأنا في المدرسة كثير بحب الطائرة كثير كنت شاطرة بس كنا دائما نخسر لدي أشوف هلأ كيف على كبر يلا ملك يلا يوم تطوعي كثير حلو كثير مبسطت بواقتي اليوم يعني أطفنا زيتون ولعبنا كرة طائرة ما أنا عم بعرفش ألعب بس كانت حلوة وتليماتش كمان كان إشي كثير حلوة كثير مبسطنا بالوقت وأحلى إشي تشوف الأطفال هم مبسطين وممي عن جد مبسطين من قلبهم وعم بتسلوا باللي عم نعمله تنونا إحنا بمبادرة جديدة ويوم تطوع جديد سلام